انا معاك كابتن طرق السعيد نجم النادي الالي والزمالك ومتخب مصر الاسبق كابتن طرق مسائل فل كابتن شباة انا مسائل فل لكابتن اخبارك ايه كابتن تمام الله حبيبك وركن كله تمام كله تمام اتفرجت على الماتشين النهاردة الالي وزمالك طبعا اه طبعا وبراميز العادل مع المصري يعني بيراميز زي المصري الماضي يعني والمصري بس ماتش صعب يعني ماتش المصري برضو كان صعب اه بالنسبة لنادي النادي اعتقد ان التعادل جيد بعد خسارة ثلاثة ايه بعد خسارة الاولى من سيروميك لكن في البداية نبارك طبعا الاهل والزمالك على فزه والنهاردة لكن لازم نحيي فريق سيروميكا القيادة كابتن احمد سامي عامل فرقة محترمة عامل فرقة كويسة جدا بس انا يا كابتن عتيبت عكابتن احمد سامي في نقطة عامل فرقة زي الفل وسيطرة وظاهرية وكل بس عنده حاجة في نص الملعب لما بيقابل فريق كبير زي الزمالك لازم يقفلها يا كابتن يعني كل غارة الزمالك بيعملها من تح بس يا كابتن الفرقات الفردية هي دي بقى الفرق نفين اللعيبة ولاعيبة طحيل وقاوي وانا مدر بالنهاردة وانا عارف ان فيه فروق فردية مش هقفل نص الملعب شوية انا مش مختلف لكن هو عنده جرقة من خسرت بس لازم تكون بحساب يعني انا قصدي ايا كابتن يعني هتلاقي توني في نص الملعب معا مين بقى ميدو جابر وقدامهم كناريا ومحمد ابراهيم ومحمد الاسران وابوك كلهم عندهم النازع الهجومية مع ناصف وهاني طرفين فانا قصدي كده طيب على طول فانت انت كل اللي حالك بتقوله ده بيعمل احمد سام انا مقتنع بيه وامن عليه مليار في المية بس وانت بتقابل زمالك او اهلي او بيرامد زي عندهم الفروق الفردية دي يا كابتن هو بيستدرجك يعني بيراش تدرجه صح صح والجون التاني كمان انت لو تلاحظ الجون التاني طبعا لاحظناه ما حدش بيقابل ده قصد يا كابتن هو ده كلام بحرك صح لكن يحسب ان هو مش خايف مش خايف عارف لو وقفل الصغرة دي يا كابتن في نص المالك كان كسب الماتش لكن خبرات الاهل والزمالك طبعا فيه فرق دير ما بينه وما بين الاندياب تانية ويعرف يكسب امتى ويعرف هو ده الزمالك ما من اول السنة هو ده الفرق من رغم التراجع في الاداء رغم نسبة الاستحواز اقل بس ايه اعرف ازاي اكسب اكابتن ده 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 من اهم ومهيزات الفرق الكبيرة كده صراحة والفرق الكبيرة دايما انا اكسب اه الاداء هجب حتى الاهل النهاردة وحش لاينادي الاهل النهار الاهل مش هو ده المستوى الفن اني شكناه المباراة الاخيرة لكن النهاردة حتى الفرص مش كتير يعني حتى لو جينا نشوف الفرص الضيعة ما في مضيعش فرص كتير عكس مباراة الاسماعيل التركيز قال اللعيبة النهاردة كانت في المستوى الفني اقل خلوق ديانجي في المدينة الشاطين برضو عليه علامة دي السباني مش عارف ديانجي هو مسك الخلفية ما عارفش هالاجهاد بقى اه ممكن يكون اصابة بس هو يعني يتحسب له حاجة من كل اللعيبة بتلعب نهاردة يعني كم واحد قاعد احتياطي وكم واحد بدأ النهاردة ناس جديدة يعني زي قفش النهاردة بدأ بقفشة جديد وبدأ بحسين الشحات جديد وبدأ بشادي برضو نقطة وحساب له بصراحة عايز كل اللعيبة يبقى في فورمة المنسطة موجودة عندهم لكن احنا بس نتظرين طبعا مبارات القادمة ومبارات الزمالك والاهلي بص الزمالك هيقابل الاهلي بنفس الطريقة بتاعة النهاردة طبعا بص هو الفرقتين كتاب مفتوح اللي حي لا بس بصول بصول زمالك هيقابل الاهلي كده هيقفل كواس جدا والعب على اللي انت حضرتك قلته في اوراك كده هو ده هو ده سيستم مستر بريغا اللي هو مفاتيح الفوس دي وناجح بيها ده الفروق الفردية دي طالما ناجح بشي انا اكمل بيه اصد تخط بالك عندك فروق فردية قوية لزيزو عندك فروق فردية قوية لإمام عشور سيف الدين الجزيري فاتوح تبتتكلم فعل ناصل قوية جدا صح على مستوى عالجين صح وصرعات مظبوط اه لا منه لعيم مشكله رسهر عنده نزعة هجومية قوية حرب التليفون بس منك كابتن شوية عشان الصوت بقت شوية بيعرف يتحرك بداخل التمنتاشر ده لو مين سامسون اه تمام تمام اه لا هييتعب كريئ النادي الان تمام تمام انما انت كنت متوقع فوز الزمالك ولا كنت شايف انه الزمالك بالمباراة صعبة لا انا شايف انا شايف المباراة مع احترامي طبعا وتأديري السيراميكا لكن اعتقد المباراة بالنسبة للزمالك هو ماشيها زي ما هو عاوض اه مقسم المباراة هو حتى من الذين على الخط بيان عليها كابتن طيب هو مقسم المباراة زي ما هو عاوض مش سهد حتى التغييرات بتاعته التغييرات بتاعته كانت موجودة اه عارف هينزلهم امتى في الدقايق هينزلهم امتى علشان يبقى عنده نزع هكومية اكتر عنده جرءة من بعض اللعيبة اللي موجودة وزي ما قلنا هو مقام من نص ما لعبه بشكل كويس فهم انه هو النهاردة انا هنبني جدا جدا آآ زعب آآ الجديد اللي كان بآآ زي كان بعشور آآ آآ عمر السيسي. عمر السيسي اه ليس المكان زكرا الوردي. كبداية انا شايف عمر السيسي ده هيبقى موجود. هيبقى كويس طبعا. هيبقى جدا 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 وليه مستقبل مع نادي الزمالك. مناله ان شاء الله عشان متخب. يعني هو الزمالكة كنت بلعب قدام سيراميكا حطت تلاتة في نصف ملعب روقة وزاكرية الورد دي وامام عشور. وسيراميكا بلعب الزمالك بتوني. بصراحة انا انا اتعرف انا متدايق لا احمد سامي. ما هي ادي انا هو احمد سامي. لانه عمل مجهود كبير وعمل فرقة حلوة يعني. محسوبة يعني. المغامرة كانش محسوبة بصراحة. مكانش محسوبة بس درس. يعني هي في النهاية اه درس اولو. مش مختلفين. وهي تلات نوعات اه مازالة دوري طويل للسربيتنا طبعا. طبعا. لكن كل الشغل الشغل الايام اللي بيها نتمنىها تليق باسم الفريقين الكبار. نقول توقعات. ما فيش توقعات طبعا انه انت عارف مبارك الاهل والزمالك. اه في بلد محترمة جدا. طبعا. طبعا. ده وزابي طبعا. طبعا. في مدينة العين. فان شاء الله نتمنىها مبارك باسم ان شاء الله نتمنى الاهل والزمالك بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله كابتن طرق سعيد. انا بشكرك شكرا جزيلا لك على كل الآزئة التوضيحات.